انتشرت اخبار في كام ساعة اللي فاتوا بسبب مباراة المغرب وفرنسا وبالذات حكم اللقاء اخبار تدولت ان الاتحادية المغربية قدمت شكوى في الحكم وبالطالب باعادة المباراة قدام فرنسا وكمان في ناس راحت لابعد كده بكتير واخبار ومنشتات اعادة مباراة المنتخب المغربي ضد فرنسا بسبب الاخطاء التحكمية في المباراة وشايفين ان في راكلتين جزاء لمنتخب المغرب امبارح وقالوا ان المباراة هتتعاد والاتحادية المغربية قدمت شكوى وعايزة المباراة تتعاد مدى صحة الكلام ده من عدمه وهل فعلا ان ممكن مباراة تتعاد بسبب خطأ تحكيمي ضربة جزاء ما تحسبتش او ضربتين جزاء ما تحسبوش او كارت ما تحسبش او 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 كل ده هرد عليه جوه الحلقة على الناس اللي بتتكلموا وتقول المباراة هتتعاد والكلام ده كل ده هقولولك جوه الحلقة لايك وشير قولي رائعك في الكومنتات وتعالى بقى اقولك ايه اللي ممكن يحصل يلا بينا في البداية الكلام اللي انت قريته ده كلها لحد دلوقتي منشتات ضرب منشتات اخبار الاتحادية قدمت شكوى الاتحادية عايزة المطشة يتعاد مفيش اي خبر رسمي لحد الان كلها اجتهادات شخصية فيه اجتهادات شخصية واحد بيجتهد فيقول ان المطشة يتعاد ان الاتحادية قدمت شكوى كلها فبركة اعلامية لا اكتر ولا اقل طيب انا من وجهة نظري المغرب لعب بطولة للتاريخ المغرب لعب بطولة كبيرة حتى المطش بتاع امبارح لعبت بطولة كبيرة ويعني كان لهم فرص كان ممكن يعودوا بيه باللقاء بعد واحد صفر لكن من وجهة نظري شايف ان لا لركلة الجزاء بتاعة هيرناندس ضربة جزاء اللي هي الكرة مشتركة بينه وبين صفيان بوفال لان هو لعب الكرة الاول وبعد كده رجله خبطت في رجل بوفال ولا شايف ان الكرة بتاعة شاوميني ترتقي برضو ولا شايف الكرة بتاعة شاوميني مع لعب المغرب املاح ترتقي انها تكون ركلة جزاء حتى لو فرضنا ان في خطأ تحكيمي ضربة جزاء ما تحسبتش فما فيش حاجة المباراة انتهت في فار حكام بيرجعوا للفار الفار بيقول ما فيهاش حاجة حتى لو فيها حاجة وما تحسبتش ما فيش مباراة بتتعاد احنا صادفنا في حياتنا كتير اخطأ تحكيمية ما فيش مباراة بتتعاد لدرجة ان في ناس جابت يجوان بأيديها وما فيش مباراة بتتعاد فموضوع عادة مباراة ده انسى الكلام ده ما فيش الكلام ده وانت بتكلم كمان في كاس عالم وبتتكلم ان في فار يعني لأ مفيش الكلام ده ولا اعادة ولا يحزنون اه ممكن من الاتحادية المغنبية تقدم شكوان انا شايفة من وجهة نظرها الحكم ممكن الحكم يتعاقب حاجة شبه كده لكن ان مباراة تتعاد لأ مفيش الكلام ده وكلها اجتهادات وناس بتعمل فرقاء اعلامية لكن لما راح تتعاد ولا الحاجة هتحصل ولا حتى الحكم حيتعاقب ده من وقت نظري المباراة مباراة شايفها كان الحكم ما كانش سيء بالدرجة اللي الناس بتتكلم بيها المنتخب المغربي اضاع اضاع على نفسه في المباراة كم فرص ممكن فرصتين او ثلاثة وهو جوليرس تصدى لكورتين او ثلاثة فانا لأ المغرب جمهور المغرب لما شفته بيعاية مبارح في الاستاد لأ انت بطاعت ليه انت آآ وصلت المرحلة محدش وصلها قبلك في افريقيا ولا منتخب عربي ده اولا ثانيا آآ نزعلانة واحنا بس اللي هو برضو انت سقف الطموع عندك زاد سقف الطموع عندك بعد مكان آآ لو قبل البطولة تقول اي مشجع عربي او مغربي تتمنى ان آآ المغرب او اي فريق عربي يصعد نصف نهائي كاسعالم انت هتقول ده انجاز ده طبعا اتمنى طب دور التمانية اتمنى فما بالك بقى ان المغرب مبارح لعب بمباراة اكثر من رائعة ومش بس كده دي في نصف النهائي وطلعت نص نهاية وتلعب على الثالث والرابع اه المنتخب المغرب على سقف الطموع عند مشجعين وعنده كل المشجعين اللي كانهم تبعينه عرب مسلمين افارقة على سقف الطموع ولكن ده انجاز في حد ذاته وان شاء الله ننتظر منهم المركز الثالث المركز الثالث على الابواب يوم السبت ان شاء الله نحتفل به كده بكون وصلت معاكم لانهاية الحلقة ودي كانت تغطيتي للاخبار المتدولة عن اعادة اللقاء لايك وشير وضمتم في امان الله السلام